اهلا بكم الجديد هاي دعلكوا حاجة مهمة جدا نحن لسه في شرم الشيخ ويمكن بنختم اليوم الاخير لمؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري في حالة من حالات الكرامة المصرية في حالة من حالات القوة المصرية في حالة من حالات الاحساس بالاستقلال ويمكن ده بيت ترجم في تصرفات ومواقف صغيرة تبدو صغيرة ولكنها في الحقيقة كانت بتعكس قوة الاحساس بالشخصية المصرية الجديدة من خلال المؤتمر عايز اقول لكم مثلا جون كيري يعني وزير خارجية كان جاي معه 97 رجل امن 97 رجل امن وعايز اقول لكم ان وجوده في فندق الحياة في شرم الشيخ كان محاط يعني باسلحة لحمايته ويمكن ترسانة تقيلة جدا من الاسلحة طبعا احنا بنقدر حماية شخصية مهمة ذي جون كيري وزير خارجية الامريكا واي شخصية تانية ما دا نضيف علينا في مصر حتى لو كان مجرد مواطن او سائح عابر ايضا وجبت علينا حمايته لكن عايز اقول لكم انه الفريق الامني هو داخل قاعة المؤتمر فريق الامني اللي جون كيري هو داخل قاعة المؤتمر جرى التعامل معه بنفس القواعد وبنفس الطريقة الاحساس بالتميز اللي كان موجود واللي كان بيتمتع به الامريكان في مصر ما عادش موجود زيك زي غيرك زيك زي اكبر شخصية مصرية زيك زي بقيت الشخصيات المصريين ويمكن دا جزء كمان جديد في الثقافة المصرية ان ما حصلش عملية تمييز بين واحد مهم وواحد مش مهم الكل كان بيخضع لنفس القواعد فعايز اقول لكم الحياة الناس ما نامتش الامن ما نامش الامن قاعد شهرين قبل لحظة افتتاح المؤتمر وهو بيدور على كل الصغرات اللي يمكن سدها وعايز اقول لكم كمان خبر مهم جدا يعني صحيح ان الامن عمل ما يمكن عملية بحث عن المشبوهين بحث عن اصحاب السوابق ولكن ايضا وصل بانه يسيطر على الطرق المدقات كان لغاية حتى في عز نظام مبارك وفي عز نظام دولة حبيب العدلي كان لا يستطيع الامن المصري انه يتجاوز حدود الترو الاسفلتية وكانش يقدر يدخل المدقات دلوقتي الحياة دخل المدقات وعمل خطة هيلة جدا لعملية التأمين ده جزء جديد جدا يعني العربيات اللي فيها معالي اللواء بتوقف وفتتفتش زي غيره العربية اللي فيها الوزير بتوقف وفتتفتش زي غيرها دي ثقافة جديدة يجب ان تسود انه مفيش فرق بيننا عشان نحترم القانون لا يجب ان يكون في القانون خيار ولا فقوس ان نكون كلنا متساويين كلنا عربياتنا بتتفتش مفيش ميزة حتى لو الشخص معروف مفيش ميزة حتى لو الشخص وزير مفيش ميزة وبالتالي اذا كنا بنبدأ بانفسنا ككبار للمسؤولين مش احنا شخصيا مش احنا شخصيا طبعا بتكلم على السادة الوزراء بتكلم على السادة الجنرالات يبقى اذا من باب اولى ان الاجانب كمان يخضعوا لنفس القواعد دي من الثقافة المهمة جدا الحاجة التانية الحقيقة لقينا فيه تناغم قوي جدا بين كافة اجلس الدولة يعني كل اجلس الدولة كانت مستعدة يعني الاسعاف مع ان الحمد لله محتاجناهاش مرافق الخدمة المدنية مع ان الحمد لله محتاجناهاش ايضا الشرطة كان كله في حالة اهتمام الناس منامتش في شرم الشيخ الامن بالذات منامش في شرم الشيخ التوافق لأول مرة بشكل يعني فيه تناغم شديد جدا بين الامن اللي بتمثله وزارة الداخلية والامن ايضا اللي بتمثله وزارة الدفاع يعني مش عايز افكركم بانه دمان كان بتبقى فيه حساسيات وكلنا مكننا عارفين كده لا انتهت الحساسيات تقريبا لانه عندما تكون هناك قواعد صارمة تطبق على الجميع وتكون اهداف تمس هذه الامة وتمس مصير هذه الدولة وتمس مستمعتها وتمس مستقبلها في الحالة زي دي يبقى في الحالة دي دي كلنا الحقيقة بنتوافق وكلنا العدوات والحساسيات والخلافات والتناقضات بتختفي تماما طبعا الامر يمكن انا مستعد اقول خبر مستعد اقول انه وانا قاعد في وسط مجموعة من المسئولين الكبار عرفت الحمد لله انه كان اجهدت عملية في سينة كبيرة جدا كانت موجهة الى بعض قوات الامن وقوات الجيش هناك جرى التنبيه لهذه القوات فجرى التعامل مع المجموعة اللي ناوية تعمل العملية وجرى انقاذ يعني الحمد لله العمليات في عمليات استباقية كثيرة جدا بتفضي المسائل قبل ما تحصل بجانب عمليات ضرب والقضاء على الارهابين في سينة في عمليات كثيرة جدا احنا ما بنحسش بها والحمد لله بتكون عمليات انقاذ وده الحقيقة هو ده قوة الامن الحقيقة الامن مش ان انا اجيب المجرم انما الامن ان انا امنع المجرم انه يرتكب جريمته الحقيقة ده كل دوا يعني كلام مهم جدا طبعا بالقطع شرم الشيخ تحتاجت يعني مننا الى تحية كبيرة وبالتالي النهاردة الرئيس كان بيتكلم على تحية كبيرة لشرم الشيخ ولكن الاهم في الحقيقة كمان ان الرئيس وجه رسالة مهمة جدا للمصريين في نهاية المؤتمر قال لهم هيا عايزين نشتغل بقى في طرح عايزين نشتغل بقى يعني خلونا نشتغل خلونا نهتم خلونا هيا نبطل لشمقنات خلونا نبطل نقلل شوية كمية الاقعادة على القهاوي خلونا نقلل شوية كمية الدخان اللي طول النهار بيحرق صدرينا كمية النميمة اللي احنا منتورد فيها خلونا نشتغل لمصر فيه روح جديدة الحقيقة هذا الروح حسنا بيها في 73 للي ما عصرهاش وحسنا بيها الآن هذا الروح كانت موجودة في كل قطاعات الدولة ده اليوم الجميل الحقيقة من ايام مصر التي نحن يجب ان نحتفل به ويجب ان نتوقف عنه زي ما قلت لحضراتكم هيكون عندي في اخر فقرة من الفقرات هيكون عندي وزير السسمار أشرف سلمان وحيدينا تقرير كامل عن نهاية المؤتمر نقدر نوصفه بالتقرير الختامي الحقيقة انا شفت السيادة الوزير في اول لحظة لما وصلت شرم الشيخ واتفقنا على ان يكون الحوار الختامي معنا عشان ندي الصورة كاملة للناس في الوقت المناسب وفي التوقيت المناسب لكن بعد ما هطلع فاصل هلتقي بشاب صغير شاب من سب مصري عايش في انجلترا راف أليكزندر راف أليكزندر ده استشواري تطوير أعمال وأبحاث السوق والاستثمارات البريطانية المستثمي ما بيجيش كده يعني المستثمي اللي بيكون وراه شركات هي اللي بتعمل أبحاث الاستثمار وبتعمل كل ما يمكن وصفه به المميزات الموجودة في السوق هطلع فاصل وبعد الفاصل هلتقي براف أليكزندر الاستشاري لشركة الاستثمار كبيرة في انجلترا وبعد ذلك نلتقي بوزير الاستثمار ليقدم لنا الختام النهائي للمؤتمر نطلع فاصل اشتركوا في القناة